بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة نهاية الأسبوع لكن حلقة فيها كواليس واخبار ومعلومات حلقة دسمة جدا ومهمة جدا لكل جماهير النادي الأهلي وعشان كده نهاردة هنبدأ بسرعة ونروح لي سؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة زي ما اتفقنا في توقف الدورة هيكون الأسئلة كلها تاريخية ومتعلقة ببطولات الأهلي متى حصل الأهلي على جائزة لقب نادي القرن الأفريقي؟ شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر والإستجرام وفي الفقرة الأخير هاستعرض مع حضراتكم أبرز الإجابات على هذا السؤال لكن بسرعة نروح لي أهم العنوية في تريند الأهلي وفد رسمي من فيفا وكاف يزور النادي الأهلي وفي التريند المحلي عامر حسين كل ما يقال عن رحيل كلاتنبرغ غير صحيح وفي التريند العالمي تقارير تكشف احتمالية غياب ساد يومانية عن كأس العالم حالة فات تفاصيل الكواليس كتيرة لكن أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف أبرز الأخبار والكواليس اللي معنا في فقرة تريند تريند أعلم بحضراتكم من جديد قبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة مهم جدا أبدأ الحلقة بيتعزية واجبة في وفاة الكابتن حازم الحديدي أحد الشخصيات الرياضية اللي كان لها دور مهم جدا في ألواسط الرياضي وصديق عزيز لكل الزملاء في ألواسط الرياضي ما بين إعلاميين وصحفيين ولعايبي التاكورة ومدربين كل الواسط الرياضي كان صديق ليهم حازم الحديدي خلال السنوات السابقة يمكن النهاردة وفاته كانت مفاجأة بالنسبة لنا كلنا لكن طبعا يعني إلا لنا وإن إلهي رجعون البقاء والدوام لله وخالص التعازي لأسرة حازم وعلى عائلته ولكل زوية وربنا يجعله بإذن الله في جنة النعيم بإذن الله إن شاء الله ومش عن يعني مش هو راح للأغلى مننا كلنا ودي دايما حال الدنيا لكن البقاء لله لأسرة حازم الحديدي والدوام لله وإن شاء الله بإذن الله ربنا يرحمه ويخفر له ونشوفه في الجنة يا رب بإذن الله ونجتمع به في الأخرة بإذن الله في الجنة إن شاء الله طب دي كانت نقطة مهمة جدا لازم أبدأ بيها لأن كان شخص جميل جدا وعزيز على كل أسرة الوسط الرياضي الكابتن حازم الحديدي طيب الجزئية التانية والنهاردة كان فيه كلام كتير جدا بخصوص ملف نادي القرن الإفريقي والنهاردة كانت فيه جلسة في القضية المتدولة حاليا بخصوص العلامة التجارية هي بس فيه جزئية الناس ربطت الأحداث ببعضها وفاكرة إن القضية دي لإثبات مين هو نادي القرن لا الموضوع مش كده خالص موضوع مين نادي القرن الموضوع محسوم من 20 سنة يعني من 21 سنة تحديدا وده النهاردة سؤالنا نذكر الناس متى حصل الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والجائزة اللي منحها الاتحاد الإفريقي للنادي الأهلي في السنوات السابقة لكن القضية المتدولة النهاردة لها علاقة إنك بتحافظ على الحقوق التجارية والعلامة التجارية للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاء لأنه فيه تعدي على العلامة التجارية للنادي الأهلي وأيا كان حكم المحكمة اللي تم تعليق القرار لمدة شهر بإذن الله بنصغ بالتأكيد فيه أحكام القضاء ولا تعليق عليها إن شاء الله فور صدورها ولكن مهم جدا نشرح لكل السادة المشاهدين إن قضية النهاردة والقضية المتدولة بخصوص هذا الملف متعلقة فقط بالنادي الأهلي بيحافظ على حقوق التجارية والعلامة التجارية بالنسبة للحقوق التسوقية للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية لأن التعدي اللي حصل على العلامة التجارية أكيد لأضرارة مادية ومعنوية كبيرة جدا وبالمناسبة في القضية دي إن شاء الله لما يصدر الحكم الناس هتعرف بعد كده الخصم بتاعك في القضية قال إيه؟ يعني قال أنا مثلا أنا مش نادي القرن الإفريقي ما عنديش ما يزبط إن أنا نادي القرن في إفريقي بس أنا بقول أنا نادي القرن الحقيقي إن شاء الله بإذن الله ما تخلص القضية أكيد هنستعرض حيثيات هذه القضية لأن فيها كلام مهم جدا لكن حرص الأهلي على إنه بيحافظ على علامته التجارية وبيمنع أي تعدي صارخ على هذه العلامة لأنها جزء مهم جدا من الناحية التسوقية للقلعة الحمراء سواء في السنوات السابقة أو السنوات المخبلة لأن إدارة العلامات التجارية من الأمور المهمة جدا للحفاظ على حقوقك المالية في الأمور التسوقية طيب بالمناسبة وإحنا بنتكلم على ملف نادي القرن ده القرن العشرين طيب إحنا النهاردة بنتكلم في نوفمبر عشرين وعشرين يعني بعد اتنين وعشرين سنة من بداية القرن الجديد القرن الواحد وعشرين نستعرض مع بعض مثلا ندي مثال لما كان القرن العشرين كان المنافسة بين الأهل والزمالك الأهل كان أربعين نقطة في المركز الأول والزمالك الثاني في المركز الثاني ب37 نقطة طب دلوقتي وإحنا في 22-22 بنتكلم على نادي القرن الـ 21 النادي الأهلي في الصدارة بـ 101 نقطة 101 نقطة التلاجة التنسي 63 مازمبي 63 النجم الساحلي 58 الوداد 44 الزمالك 38 أنت تكلمت عن الحاضر والأهلي فاس بالجائزة وبيشتغل على المستعبل عشان يحافظ على هذه الجائزة للسنوات القادمة لا وقت للحديث ولا الصراخ أو العويل طالما تنادي القرن بشهادة رسمية بيتركز في المستعبل والحمد لله انتصارات الأهلي في بداية الألفية الجديدة أعتقد أرقام قياسية أي نادي عشان يوصل بس لنصها محتاجة 20-30 سنة عشان يقرب بس من أرقام النادي الأهلي في البطولات الإفريقية فدي جزاكت مهمة جدا لازم أتكلم فيها بخصوص الأضاء المتدولة عشان الناس في بعض الشخصيات أو الجماهير عندها لبس في مسألة القضية النهاردة ليه علاقة بمين هو نادي القرن ولا دي قضية متعلقة بالحقوق التجارية دي جزئية مهمة الجزئية الثالثة وبتكلم على تناول الإعلام لما يطرح بخصوص الأخبار المتدولة في مسألة خروج محمود متولي من معسكر منتخب مصر وطلب روي فيتوريا انضموم ياسر إبراهيم معلومة زي دي أو خبر زي ده لما حد يفكر فيه ألف به لازم يسأل المصدر يعني يروح للجهاز الفني للمنتخب أو يسأل الجهاز الفني للنادي الأهلي لكن يطلع البعض أو مش ناس كتير هو واحد أو اتنين مبارح يبدو أنه هو لما بيلاقي فيه أي حوارات جانبية خاصة بلعبة النادي الأهلي ببعاية زي ركب التريند وعايز يصدر أي أخبار سلبية من غير ما يسأل من غير ما يعرف الحقيقة سواء هو أو حتى الزملاء اللي موجودين معاه في طاقم الإعداد ولكن إنك تطلع تقول أن ياسر إبراهيم تهرب من صفوف منتخب مصر ده كلام فاضو وكلام فارغ ده كلام أساسا ما ينفعش يتقال على أي شاشة ما فيش حاجة اسمها لعيف الأهلي تهرب أولا لا اللعيب هيعمل ده ولا النادي الأهلي هيسمح بده بس أنت لما تطرح موضوع زي ده وتتكلم فيه ما يقرب من حوالي نص ساعة لازم تكون عندك المعلومة يا إما ما تطلعش تتكلم وتم لهوا في كلام ما ينفعش يتقال على العيدة النادي الأهلي ولا يتقال على إدارة النادي الأهلي ولا على جهاز الكرة في النادي الأهلي أنت عندك معلومة أن محمود متولي لما انضم لصفوف المنتخب كان فيه برنامج خاص باللاعب اتقدم للجهاز الفني للمنتخب الوطني أن اللاعب ده في فترة مشاركته الأخيرة للست مباراة من بداية الموسم تم مرحه أجزاء معينة أو معدلات لاقة بدنية في فترات معينة وتم إرحته في الربع ساعة الأخيرة أو النص ساعة الأخيرة من المباراة الأخيرة أمام الداخلية ليه؟ لللاعب جاي بعد إصارات طويلة فمحتاج تدريبات بدنية بحمل معين وبالتالي بعد توقف الدوري محمود متولي خد أجازة تم استدعاءه للمنتخب الوطني وجهاز المنتخب الوطني بقيادة روي فيتوريا عنده ما يثبت أن فيه تقرير متقدم من الجهاز الفني للآله بخصوص حالة محمود متولي عشان المعدلات اللي يقل بدنية ودي مش حاجة غريبة بالمناسبة اللي بيكلم واللي بيقول التفاصيل دي أو بيقول معلومات غير صحيحة لو ركز على تدريب المنتخب الوطني فور انضمام محمد صلاح استحالة يلاقي محمد صلاح فأول مرأة للمنتخب داخل مرأة جماعة وتأسيمة جماعية ما بتحصلش ليه؟ لأن محمد صلاح وهو جاي من صفوف ليفربول لأول مرأة للمنتخب مصر بيبقى جاي معه برنامج بدني خاص بالتدريبات اللي خاضها مع ليفربول قبل الانضمام للمنتخب ومعه البرنامج الغذائي اللي بيستمر عليه في النادي الإنجليزي قبل ما ينضم للمنتخب فنفس الأمر حصل فيه وقعة محمود متولي هل هو قال الكلام ده؟ لا طيب محمود متولي الأشعة التي أجراها بالأمس يمكن مش شد في العدلة الخلفية ممكن تقترب بين المزء بنسبة بسيطة فممكن غيابه ومش هيبقى عشر تيام إسبوعين احنا ممكن نتكلم في شهر فأدي غياب لمحمود متولي لمدة شهر كان من الأفضل أن الجهاز المنتخب يتعامل مع مسألة انضمام اللاعبين اللي جايين من راحة 3-4 أيام بمعدلات لقى بدنية تسمح أن اللعيبة لما تنزل المرأة الأول ما تتعرضش لإصابة وده حصل مع محمود متولي طب تم استدعاء ياسر إبراهيم إيه اللي حصل؟ لأن البعض حاول يخدنا في سكة أن ياسر بيتهرب أو الأهل مش عايز يود ياسر المنتخب عشان اللي حصل مع محمود متولي إطلاقا روي فيتوريا أساسا موافق على الطرح اللي قاله النادي الأهلي لأن في التوقيت للأهلي منح فيه أجازة للعيدة الأهلي الدوليين كان اللعيبة اللي ما تمش اختيارها في المنتخب بتتمرن تدريبات صباحية بمعدلات لياقة بدنية لغاية لما وصلت للحمل العالي إمبارح يعني ياسر إبراهيم ما خدش إجازة من أول ما الدوري توقف وكان بيتمرن لغاية إمبارح ووصل إمبارح لأقصى معدل في اللياقة البدنية وده برنامج حطه مارسل لكولر وكولر لما بيحط برنامج بدني لللاعبين ما بيحطش لمدة يومين ثلاثة ده بيحط برنامج لمدة أسبوع واثنين لغاية مرحلة الأولى اللي هي لحاولة ثلاث مباراة في الدوري العام طيب ياسر إبراهيم وصل لأعلى معدل لللاقة البدنية وعنده أجازة من النهاردة لغاية يوم الأسنين القادم فبالتالي لما ينضمن المنتخب والحمل البدني في المنتخب حالياً عالي لأنه مسافر وعنده مباراوة دية مع بلجيكا إيه اللي كممكن يتعرض له ياسر إبراهيم هيتعرض لإصابة ده شيء مؤكد بنسبة مليون في المية طبعاً الإصابة قضاء وقدر لكن أنت بتتعامل مع علم التدريب دلوقتي أصبح علم التخزية أصبحت علم فلازم تبقى عامل حسابة في كل هذه الخطوات تم التواصل ما بين جهاز الكرة في النادي الأهلي مع جهاز المنتخب الوطني بخصوص إصابة أو بخصوص تدريبات ياسر إبراهيم وأنه وصل لمعدل لياقة بدنية عالي جداً ومحتاج راحة وبالتالي الجهاز المنتخب على طول وافق على الراحة واستدع لها بالاتحاد السكندري فين الأزمة؟ ما فيش أزمة بس اللي عايز يعمل أزمة لازم يفتكس أي حوار عشان يعمل موضوع ليه؟ لأنه مش قادر يوصل للتفاصيل دي أنا بشكر بالمناسبة بعض الزملاء مبارح الإعلامين اللي طلعوا وتكلموا في الجزئية دي وشرحوها زي ما قلتها لكم بالزبط أنا ما جبتش كلام مثلاً بنفرد به ولا قلت حاجة محدش يعرف بالعكس اللي يتصل هنا أو هنا سواء في الأهل أو في المنتخب هيعرف التفاصيل دي بس البعض عشان مش قادر يوصل لمعلومة فعايز يكتهد بس لما تكتهد ما تقولش اتهامات لأنك هنا داخل في مرحلة صعبة ليه؟ لأنك بتتكلم على اللعيب دولي وبتتكلم على نادي كبير زي النادي الأهلي هل النادي الأهلي طلع يتكلم على إصابة محمود متولي؟ اطلاقت خلاص هيبقى فيه برنامج بعد كده وفيه تعامل معين في مسألة استدعاء اللاعبين في الفترات اللي جاية لما العيب يجي من أهجازة يخش التدريبات لازم يروح لك ببرنامج معين عشان يبدأ التدريبات عليه لما العيب يجي لك من حمل بدن عالي لازم تنزل بالحمل البدن عشان ما يتعرضش الإصابة ده ألف به أنا مش بقول ده يعني حاجة جديدة اسألوا على موضوع محمد صلاح بيجي من تدريبات ليفربول أو بعد المباريات بيخش التدريبات المنتخب في أول يوم أو تاني يوم في الأجندة الدولية والله العظيمة بيخش التدريبات الجمعية ولا تأسيمة جمعية بيبدأ جارية حوليه الملعب وبياخد راحة في أول مران بصوا على المعسكرات مش معروي فيتوريا ده مع فيتوريا ومع الكابتن حسام البدري ومع كل المدربين اللي اشتغلوا معاه في الفترات السابقة ليه؟ لأن علم التدريب بيقول كده فبالتالي محدش أتمنى يعني محدش عشان يركب الترند والناس تتكلم عليه في السوشيال ميديا يهاجم الأهلي يقول معلومات غلط عن النادي الأهلي نفس الشخص اللي كان بيهاجم الأهلي مبارح في الواقعة دي أنا من سنتين ما سمعته له الصوت لما أتكلم لأوقات قضية ساعتها عدم انضمام رمضان صبح للمنتخب في ظل ما كان موجود ساعتها في الإمارات بيعمل سكاي دايفينج وما راحش هو أقدم تقرير طبي ولا عمل أي حاجة وقتها ما حدش تلقى يتكلم خالص لكن الأمر مرتبط بالأهلي فامسك في العائد الأهلي وامسك فيه النادي الأهلي مش هنسمح بدي طالما فيه معلومات مؤكدة نشرحها لحضراتكم آخر حاجة معايا وده من حصن حظنا لأن احنا الحمد لله بنحاول قدر إن كان نشتغل بميهنية ونقدم صورة ومعلومة لكل السادة المشاهدين مبارح نتكلمنا وشرحنا على تقنية التسلل وقلنا أن تقنية التسلل بتتحسب إزاي والنقط بتتحط إزاي والخط بيطلع إزاي وامبارح قلت نقطة مهمة جدا بشكر كل الناس اللي كلمتني امبارح وأشادت بالفقرة اللي شرحناها بخصوص تقنية التسلل في غرفة الـ VR لأن امبارح بالصدفة حصلت وقعة قريبة جدا من وقعة مباراة الداخلية والأهلي أنا امبارح قلت لما الخط الأحمر واللازرع يطلعوا على نفس الخط بدون ما تقربوا الصورة عشان تشوف مين فيهم قرب لخط المرمى عشان تحسب الكرة التسلل ولا هدف بتحسب الكرة هدف على طول لأن طالما الأحمر واللازرع فوق بعض أو قريبين بسنتيمتر بتحسبه هدف ليه بقول كده هنستعرض مع بعض اللعبة الشهيرة مبارح اللي كانت أو اللعبة مباراة الداخلية والأهلي وهنا الخط الأحمر واللازرع يعني على مسافة واحدة من خط المرمى لكن هنا اتقل التسلل ماشي طيب نروح لنفس الصورة بس بقى فين في الدولي الأسباني مباراة أساسونا مع برشلونة شايفين الخط اللي قدامكم من هير ما تقرب وتعمل زوم عتلاقي اللحمر واللازرع على خط واحد مش باين لك قوي إلا لما تعمل زوم ولكن بالعين المجردة اللي الثاني خط واحد طيب اللي الثاني خط واحد الكرة تحسبت إيه بقى دي تحسبت هدف لأن الآيفاب قال لما خط التسلل يكون بالعين المجردة واضح وواحد اللحمر مع الأزرع تحسب هدف لا تعمل فرق سنتي ولا ملي متر ولا الكلام ده بالعين المجردة كرة هدف ما تحسبهاش تسلل دي تحسبت هدف في الدورة الأسباني وفي مباراة الأهلي ما تحسبتش هدف ليه إحنا بنتكلم في ده لأن الموسم لسه طويل فاعتمنى الفترة الجاية ما يبقاش فيها ضقة التسلل بفرق سنتي متر للنادينا هو شفنا مثل واقعي في مباراة أوساسونا وبرشلونة وده اللي كنا بنتكلم فيه مبارح حصل في الدورة الأسباني والحمد لله اللي احنا بنتكلم صح وهدفنا في النهاية مصلحة التحكيم وكل نادي ياخد حقه لأنه مش هنسمح تاني يحصل زي اللي حصل في مباراة الأهلي وفرقه دي كانت أبرز الأخبار اللي معايا النهاردة والموضوعات في فقرة ترند الترند أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لأنه لسه عندنا كلام مهم جدا النهاردة بخصوص النادي الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد النهاردة كانت فيه زيارة مهمة جدا للنادي الأهلي زيارة من وفد رفيع المستوى من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف وعدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا داخل النادي الأهلي بجزيرة قدمكم على هواة مباشرة اهي دي بعض اللقطات الخاصة من مقر النادي الأهلي في الجزيرة وكان على رأس المستقبلي هذا الوفد الأستاذ خالد مرتجي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وده استقبال على فكرة اللي بيسلم على الكابتن خالد مرتجي كابتن واجد العوادي السكرتير العام والأمين العام للاتحاد التونسي لكرة القدم وعدد من المسؤولين في بعض الاتحادات القرية يعني قدامنا مثلا دونج هوليم مستشار قانوني بالاتحاد الكوري قدامنا مثلا الرئيس التنفيذ الاتحاد جنوب إفريقيا تيبوجو مسلانة وعاكو كمان موجود فيه محامي من نادي ساو باولو البرازيل فليب كارفيلو كمان مدير التطوير والترخيص في الاتحاد الإفريقيا هنا قدامنا اللي بيسلم على المهندس خالد مرتجي الأستاذ محمد سيداد ده مدير التطوير والترخيص وتطوير الملاعب في الاتحاد الإفريقي لقرة القدم كمان خوانا منول مدير اللوائح في الاتحاد الدولي سباستيان النوف مدير المشروعات بالاتحاد الدولي فيفا مستر نيكولاس مدير الشؤون القانونية بالاتحاد اليوناني توماس سيما مدير كرة القدم في الاتحاد الزنبي يعني عايز أقول لكم وفد رفيع المستوى النهاردة كان في زيارة خاصة لصالح النادي الأهلي عشان كان في دبلومة الاتحاد الدولي بينظمها في الاتحاد الإفريقي وفي ختام هذه الدبلومة وورشة العمل كانت الزيارة مهمة جدا لأحد أهم الأندية والمؤسسات الرياضية في القرى الإفريقية النادي الأهلي الهدف من الزيارة الناس بتشوف صناعة كرة القدم في القرى الإفريقية من خلال أفضل مثال وهو النادي الأهلي قدامنا وفد الفيفا هو مع المهندسة حنان الزيني مدير اللوايح والترخيص في النادي الأهلي لشرح كل هذه الأمور المتعلقة بدلاب البطولات في النادي الأهلي حجم الإنجازات اللي تمت في قطاع الكرة في السنوات الأخيرة عايزة كمان ما نساش النهاردة كان موجود كمان أخوانا مانويل عضو لجنة الحوكمة والمراجعة في الاتحاد الدولي فيفا يعني احنا بنتكلم النهاردة في عدد من المسؤولين لأهم الإدارات اللي موجودة في الاتحاد الدولي قبل الناس دي ما تطلع على قطر للمشاركة في كأس العالم الناس كلها حريصة وهي بتختتم دبلومة القانون وصناعة الرياضة والكورة في الكاف إنه يكون فيه تطبيق عملي ويشوفوا تجربة النادي الأهلي بشكل رسمي اللي قدامنا في خلفية الصورة واللي مدينا ظهره ده الأستاذ محمد دا سيدات مدير اللوايح والترخيص في الاتحاد الأفريقي لقرة القدم وده بقى اللي بيدي الرخصة يعني هو اللي بيديك بقى رخصة البرو رخصة المحترفين انت نازل محترف ولا لأ من خلال لجنته وإدارته اللي بتتبع لجنة الأندية اللي بيرقصها أحمد ولدي يحي الموريتاني نائب رئيس الكاف هم اللي بيديكوا الرخصة هل انت نادي محترف ولا مش محترف هل بتطبق المعايير ولا مش بتطبق المعايير ضمنا طبعا مسؤول الفيفا والكاف وهم بيبصوا طبعا على أبرز الجواز والإنجازات للنادي الأهلي منهم نها طبعا جائزة نادي القارن في الاتحاد الإفريقي اللي الأهل استلامها عام 2001 ندوة مهمة جدا وورشة عمل بتتكلم على قانون اللعبة وبتتكلم على كمان المنازعات الرياضية وبتتكلم على دور المؤسسات الرياضية في صناعة كرة القدم طب لما حبوا يزوروا مؤسسة وهي الأكبر والأهم في القارة الإفريقية زاروا مين؟ زاروا النادي الأهلي ليه؟ زي ما انتوا شايفين على الشاشة نسخ من عدد البطولات اللي الأهلي فاس بيها والأميرة السمراء دوري أبطال إفريقيا عشر ألقاب دوري أبطال إفريقيا فالعظمة اللي انت شايفها مدحف النادي الأهلي دمك الصور الخاصة بتاريخ النادي الأهلي والمدحف بالمناسبة صورة منهم دبلومة من الاتحاد الدولي فيفا وإهداء للنادي الأهلي صورة منهم رخصة الأندال محترفة للنادي الأهلي موجودة في المدحف الرسمي فبالتالي كل اللي شاركوا في ورشة العمل سواء من مسؤولين الفيفا أو مسؤولين الكاف كانوا حرسين يكونوا موجودين النهاردة في النادي الأهلي كمان استلام النادي الاهلي جايزة نادي القرن في دبي لما كان ساعتها من حوالي سنة كابتن محمود الخطيب موجود واستلام هذه الجايزة عن دور النادي الاهلي في القرى الافريقية والدور المؤسسي كنادي اجتماعي ورياضي في الرياضة المصرية والعربية والقرى الافريقية دابلة كمان لستس خالد دامورسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيرة واستقبال لعدد من القيادات ويمكن شايفين كمان اهداء التي شيرت الخاص بالنادي الاهلي وبعض الدروع التسكرية ويمكن البعض منهم على طرور تدى تي شيرت النادي الاهلي انه بالتأكيد فخر كبير جدا السيد محمد سيداد دا من الشخصيات المهمة جدا والادارات المهمة جدا في الكاف يعني ادارة اللوايح والترخيص طيب في تفاصيل اكتر بالتأكيد هنعرفها من خلال هذه الزيارة واحنا قدامنا بالتأكيد زي ما انتم شايفين يعني الجولة التفقدية لوافد الفيفا والكاف داخل النادي الاهلي عشان يشوف المنشآت يزوروا ملعب مختار التتشي بالجزيرة يشوفوا مبنى قطاع القورة لان بالتأكيد كل الامور دي بتندرك تحت بند نادي محترف فبيشوفوا النادي الاهلي وصل الى اي مدى من درجة الاحتواف اللي بالتأكيد مفيش نادي في افريقيا بيضاهي نفس هذه الدرجة اروح مباشرة الى مقر النادي الاهلي بالجزيرة مع الزميلة العزيزة مريم سميح مو في القناة الاهلي واللي موجودة حاليا عشان تنقل لك كل الاحداث اللي رصدتها من خلال هذه الزيارة وهي زيارة مهمة جدا بتلقى اهتمام كبير جدا حتى من اللجنة الاعلامية سواء في الكاف او حتى في الفيفا مساء الخير يا مريم برحب بيك طبعا يا محمد برحب بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان واكيد طبعا برحب بمشاهدي الترند طيب نعرف منك اخر الاخبار وما رصدتها في خلال هذه الزيارة لان الزيارة بالتأكيد للتاريخ نحتاجين نعرف منك ادق التفاصيل وكان في اجتماع اعتقد كمان قبل الجولة التفاقدية مصبوط طبعا كلامك يا محمد الحقيقة ان يعني التحضيرات لهذه الجولة الخاصة بالاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي بيتم التحضير لها على قدم الوساق يمكن من مساء امس والحقيقة ان تحضيرات دي متدت حتى صباح اليوم الحقيقة ان احنا كلنا كنا متواجدين منذ صباح البكري او حوالي يعني ساعة 10 و 11 صباحا لاستقبال طبعا هذا الوفد الكبير الحقيقة ان هم وصلوا فيه تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا وامتدت الزيارة لمدة ساعتين وانه هم لسه يعني مغادرين خلال الدقائق القليلة الماضية الحقيقة ان كان في استقبالهم طبعا المهندس خالد مرتاج امين صندوق النادي الاهلي وايضا طبعا كابتن حسام غالي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي وكان طبعا معاهم الاستاذ خالد مرسي رئيس المقارة رئيسي باق النادي الاهلي باق الجزيرة طبعا الحقيقة ان كان استقبال كبير جدا يعني الحقيقة مختلف ادارات النادي الاهلي كانت في استقبال هذا الوفد حتى يليق بهم طبعا الحقيقة أنه هم حوالي 21 فرد ممثلين عن عدد كبير جدا من الاتحادات سواء الاتحاد الألماني الاتحاد الروسي الاتحاد يمكن كمان الافريقي الاتحاد الجنوب افريقي كمان الاتحاد التونسي الاتحاد الكلومبي الاتحاد الألماني يعني يمكن أكثر من الاتحاد كمان كان فيه ممثلين عن الأندية طبعا وأبرزهم نادي ساو باولو طبعا البرازيلي الحقيقة أن كلهم كانوا متواجدين رفقة هذا الوفد الكبير الحقيقة أن كانت بدايتهم داخل قاعة فكري أبازة كان طبعا في استقبالهم أو كان يمكن اجتماع مصغر طبعا اجتمع بيهم المهانس خالد مرتجي وكابتن حسام غالي الحقيقة أن كان فيه كلام مهم جدا اتقال بدأ بيه طبعا المهانس خالد مرتجي اتقال أنه دايما أي وفد بيكون مهتم أنه هو يزور الأهرامات بالجيزة الحقيقة أنه طبعا يعني مهانس خالد مرتجي قال أنه النادي الأهلي هو هرم الرياضة الافريقية والمصرية وعلشان كده طبعا أي وفد خاص بالاتحدات الدولية الخاصة بكرة القدم بيكونوا حرسين أنه هم يكونوا متواجدين طبعا داخل هرم الرياضة المصرية والافريقية والحقيقة أنه كان فيه سؤال هم جدا من أحد أعضاء هذا الوفد بخصوص قاعة فكري أبازة الحقيقة أنه هو سأل المهانس خالد مرتجي لماذا تم تسميتها بهذا الاسم أو من هو فكري أبازة طبعا كان فيه شرح مفصل أنه ده أحد شيوخ النادي الأهلي طبعا وبجانب أنه هو أحد العلامات البرزة في عالم الأدب والصحافة هو أيضا عضو من 1913 في النادي الأهلي والحيان أنه هو كان بيجتمع بمختلف أعضاء النادي الأهلي أو قدام أعضاء النادي الأهلي في هذه الصالة أو هذه القاعة علشان يكون أو يحكي تاريخ النادي الأهلي تحديدا ويقول يعني الإنجازات الكبيرة والحقيقة أن كمال مهانس خالد مرتجي قال لهم أنه هو أحد الوضعين لأصص النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي الحقيقة كلهم اتكلموا عنها بشكل كبير ومفصل الحقيقة أنه هم كان عندهم يعني انبهار يا محمد بفكرة المبادئ دايما لما سألتهم في فكرة إيه أكتر حاجة كان مشهور بيها النادي الأهلي قبل ما يجوا يزوروه اتكلموا عن التاريخ والمبادئ هي دي أكتر حاجات كانوا مركزين عليها يعني يمكن أيضا كمال مهانس خالد مرتجي وصل لهم رسالة أهمة جدا طبعا من الكابتو محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قال طبعا أنه هو بيعتذر عن التواجد لوجوده طبعا في يعني فترة علاجية خارج البلاد ولكن الحقيقة أن كابتو محمود الخطيب كان حريص جدا أنه هو يوصل سلاماته لهذا الوفد الكبير وهذه الزيارة الكبيرة وقال أيضا يعني كان حريص جدا أنه هو يخلي المهانس خالد مرتجي أنه هو يوصل لهم أن النادي الأهلي موجود ليدعم أي تسهيلات فيه طبعا أو هذا الوفد أنه هو يكون موجود لهم أي تسهيلات مطلوبة منهم خلال زيارتهم لمصر والنادي الأهلي مش جديد عليه أنه هو يقدم كل التسهيلات وكل الدعم اللي موجود في الرياضة المصرية لأي وفد دولي أو أي حد بيدعم طبعا يعني كرة القدم المصرية والإفريقية كمان نتكلم معه المهانس خالد مرتجي ان احنا يعني رقم واحد في افريقيا وان احنا لسه يعني فيزين بالسوبر المصري على حساب الزمالك ويمكن كان لهم بعض الاسئلة الخاصة كمان بجولتهم في مقر النادي الاهلي بالجزيرة تكلموا ايضا انه ده النموذج الرئيسي لكرة القدم الافريقية لما اختاروا نادي علشان يكون هو النموذج لكرة القدم الافريقية والمصرية اختاروا النادي الاهلي يكون الزيارة الاولى ليهم في مصر علشان يتعلموا او يحتذوا بهذه المبادئ وكمان يشوفوا ازاي يعني الموديل او النموذج اللي ماشي عليه النادي الاهلي علشان يكون فيه تقييم لهذا او يعني بغض نظر عن التقييم انه هم يكونوا ماشيين على نفس النموذج ده في النواذي الاخرى طبعا الافريقية والدولية كمان كانت جولتهم الحقيقة موسعة يا محمد داخل المقر النادي الاهلي بالجزيرة زي ما قلنا بعد يعني ما انتهوا من اجتماعهم بقاعة فكري وصل الحقيقة انه قبل ما يغدروا القاعة تم تقديم لهم طبعا يعني يمكن هدايا تذكرية او رمزية شعار النادي الاهلي طبعا اكيد بالتأكيد وعدد اخر من الهدايا التذكرية الخاصة بلوجو النادي الاهلي او الخاصة بالنادي الاهلي كمان بعد ما غدروا القاعة يمكن زي ما انت شفت طبعا في اللقطات اللي كانت موجودة كان فيه عدد كبير منهم اهتموا جدا انه هم يكونوا موجودين في الاهلي ستور علشان يحصلوا على التيشرت الخاصة بالنادي الاهلي والحقيقة انه هم مستنوش حتى انه هم يغدروا مقار النادي الاهلي علشان يرتدوها ولكن الحقيقة ارتدوها في نفس التوقيت وكانوا حرسين انه هم يلتقطوا بيها طبعا الصور التذكرية امام دولاب البطولات عقب مغادرتهم طبعا لقاعة فكري ابوازة كانوا موجودين زي يعني ما انا بقولك كانوا موجودين علشان يشوفوا دولاب البطولات الحقيقة يعني كانوا يمكن فكرة او كلمة منبهرين كانت قليلة جدا يمكن اول مرة يشوفوا كم هذه الجوائس في دولاب البطولات الحقيقة بعد برضو ما غدروا امام دولاب البطولات والتقطوا طبعا الصور التذكرية علشان هم شايفين ان ده مش بيتكرر كتير بالنسبة لهم كانوا عايزين طبعا يحتفظوا بهذه الصور كانوا موجودين طبعا في المجمع صلاة المغطاة وصالة الامير عبدالله الفيصة الحقيقة ان هم كانوا برضو عندهم او شافوا او اشادوا بالمستوى العالي الحقيقة لمجمع الصلاة اللي بتلاعب عليها طبعا كل الفرق الرياضية الاخرى سواء طايرة او بسكتبول او اليد واختتموا بقى الحقيقة جولتهم بطبعا يعني ملعب التتش الحقيقة ان هم كانوا موجودين ايضا بخلاف طبعا التتش وبخلاف المدرجات كانوا حرسين ان هم يكونوا موجودين داخل قوضة الملابس طبعا الخاصة بالفريق الاول لقرة القدم والحقيقة ان كانت جولتهم ممتدة حتى كمان المدرجات الجديدة طبعا اللي يعني بيتم التحضير او تم الانتهاء منها من حوالي عام ده طبعا كان مهم جدا من نسبة له ان هم يشوفوا كل الانشاءات وكل التطورات الخاصة بالنازي الاهلي طبعا في هذه الزيارة الهمة جدا مريم انا بشكرك بجد على كل هذه المعلومات والاضحات وبصراحة يعني بس ابتناش مساحة اللي احنا نسأل اي سؤال بجد بشكرك جدا جدا على كل هذه المعلومات والاضافات اللي بالتأكيد كان مهم جدا كل المشاهدين يتابعوها من خلال شاشة قناة الاهلي وحدث فريد وحدث استثنائي زيارة توافد الكاف والفيفا الى مقر النادي الاهلي واعتقد رسالة واضحة جدا للجميع المؤسسة الرياضية الانجح والافضل في الوطن العرب وفي القرى الافريقية بشهادة اعلى هيئة الرياضية في العالم الفيفا والكاف شكرا زملتنا مريم ساميح على كل هذه المعلومات واحجوا الى فاصل وبعد الفاصل نستكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند اهلا بحضراتكم من جديد وترند المحلي هنشوف مع بعض الكتب فيه الترند المحلي والاخبار الخاصة بالمنتخبات الوطنية عبر السوشيال ميديا اول حاجة حساب كورا 11 بيتكلم على ازمة عصام الحضري حساب كورا 11 على الفيسبوك بيقول ان في ازمة جديدة بتضرب منتخب مصر الولمبي تقارير تكشف بالتفاصيل اسباب ميكالي للاطاحة بالحضري من الجهاز الفني للفرعنة التقارير بتقول ان ميكالي قرر الاطاحة بالحضري لان فيه خلاف ما بينهم على عدد حراس المرمى في معسكر نوفمبر اللي هينطلق خلال الايام القادمة ميكالي قبلغ برقات ان هو مش محتاج الحضري لانه كان عايز اتنين حراس مرمى والحضري تمسك بوجود ثلاث حراس طبعا كلمة الاولى والاخيرة بتبقى ليه المدير الفني لكن هنشوف اللي يحصل خلال الساعات اللي جاية حسابه في الجول بيتكلمه عن نفس الازمة برقات عن ازمة الحضري في المنتخب الولمبي ما سمعته ازعجني للغاية واقتماع لحصم الامور بيتكلم ان في اجتماع وان اللي حصل من عصام الحضري في هذا الموضوع ما كانش ينفع يحصل لان طالما المدير الفني اختار قايمة وعايز سافر باتنين حراس مرمى مدرب الحراس عليه ان يستجيب لطلب المدير الفني يبدو ان الازمة اعمق واكبر من كده واعتقد اللعام القادمة هتكشف الكثير من هذه التفاصيل حساب بطلاط بيتكلم حازم يوم ردا على منطقدي فيتوريا سنلعب القرى التي يحبها المصريون واكلاتن بيرجلان يرحل طب هو كابتن حازم طلع دافع على مسألة انضمام بعض اللاعبين طبقا لرؤية روي فيتوريا تكلم على عبدالله جمعة وتكلم على محمود علاء وتكلم على عدد من اللاعب محدش يقدر ينتقد روي فيتوريا هو في القرار القرار الأول والأخير هو ليه هو هو المدير الفني هو اللي هتحاسب على النتائج ولكن الناس كنت بتنتقد بعض التفاصيل الخاصة بعدم انضمام كريم فؤاد واعتقد امور واضحة جدا لان كمان اجابات المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا كانت محتاجة توضيح اكتر عما قيل في المطمر الصحف ونشوف ده خلال الفترة اللي جاية لكن بالنسبة لكلاتنبرج يمكن الكابتن حازم يتكلم على ان ماركت لاتنبرج مكمل خلال الفترة الجاية ومش هيرحل وده حقيقي فعلا الرجل مكمل في منصبه قرائيس لجنة الحكام رغم ان جمال علام كان واخد قرار انه هيتم توجيه الشكر ليه ما يبقاش رئيس لجنة ويبقى مستشار ويجي الكابتن سمير محمود عثمان لكن حاليا كالاتنبرج قرائيس لجنة على الورق موجود لكنه هيغيب حوالي شهر عشان مرتبط بعقد تحليل مباريات كأس العالم با إحدى القنوات الأوروبية طيب من اللي هيدير اللجنة في فترة غياب ماركت لاتنبرج الكابتن محمد فاروق عدو اللجنة السابق تم تعيينه رئيس اللجنة بالإنابة وهيدير اللجنة ويحط تعينات الحكام في مباراة الدوري أثناء اقامة مباراة كأس العالم طيب نروح كمان ليه حساب ربطة الانداء والنهاردة كانت قرأة الدوري التمهيدي لكأس الربطة أسوان هيواجه غازل المحلة والداخلية هيلاعب حرس الحدود الفائز من أسوان والمحلة والفائز من الداخلية وحرس الحدود هينضموا للأربعتاشر نادي اللي موجودين في الدوري ومنتعش نبدأ دور السبتاشر اللي غالبا هينطلق إن شاء الله في شهر مارس من عشرين تلاتة وعشرين آخر حاجة في التريند المحلي تصريح ليه عامر حسين قال كلتنبرج في بداية تعاقده مع اتحاد الكورة تم الاتفاق على أخذ أجازة في وقت مباراة كأس العالم وكل ما يقال عن رحيله غير صحيح طيب أنا يعني إيه اتكلمت كتير في خصة كلتنبرج وقلت إن موضوع رحيله كان فعلاً هيحصل وكان هيبقى مستشار لكن الراجل لمعرف المعلومة غضب جداً واتحاد الكورة تراجع عن هذا القرار والرجل مستمر رئيس لجنة على الورق لكن لا هدير اللجنة في الشهر اللي جاي كابتن محمد فاروق ومعاية تامر دوري واحمد أبو العيلة والكابتن أيمن دي جيش أهرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع آخر فقرة معنا في برنامج الترند أهلاً بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند ونروح بسرعة للقرى العالمية ونشوف الترند العالمي معنا النهاردة في الحلقة عن إيه نبدأ مع بعض حساب يلا قرى وتصرحات مهمة جداً لقارلو أنشلوتي المدير الفني لفريق الريال مدريد في المؤتمر الصحفي قال فيها بنزيمة لن يلعب مرة أخرى إلا بعد كأس العالم المهاجم سيذهب إلى المنديال وهو لديه انزعاجات في ساقايل هو لم يتعافى بنسبة 100% بالفعل فيه مشكلة في مسألة إصابات اللعبة المهمة قبل كأس العالم نتيجة ضغط المباريات من الدوريات الأوروبية فبنزيمة مرايح دلوقتي قبل كأس العالم طيب ساديو مانيه والأزمة الكبيرة اللي حصلت مبارع في مباراة طاير نميوني حساب كورا إليفن قال القدر يحرم مانيه من مجورة زملائه في منديال قطر صحيفة انجليزية تصير الزعر في منتخب السنغال بعدما كشفت عن احتمالية غياب قائد أسود الترنجة عن كأس العالم بالسبب الإصابة القوية إصابة ساديو مانيه في أوطار الرقبة حساب باير نميونيخ ما قالش إن الإصابة هتبعده عن كأس العالم ولكن صحيفة ليكيب الفرنسية عبر حسابها الرسم قالت إن الإصابة هتبعده هيبان خلال الساعة اللي جاية إصابة أوطار الرقبة ممكن تبعد ساديو مانيه ولا لا حساب بطولات ركز على التصريح مهم جدا لرئيس جمهورية السنغال واللي علق فيها على إصابة مانيه واحتمالية غيابه عن كأس العالم وقال فيها رئيس السنغال وده لحسابه الشخص على التواصل الاجتماعي تويتر قال ساديو أتمنى لك الشفاء العاجل بعد إصابتك في مباراة بايرن وفيردر بريمن أضاف كما قلت دائما ساديو هو قلب الأسد ومن كل قلبي أسندك ومعك فليحفظك الله طيب نروح للمشاركات وبسرعة كده عشان وقتنا والسؤال التي رحناها في بداية الحلقة متى حصل الأهلي على جايزة لقب نادي القرن الإفريقي أستاذ حماده بيقول ألفين وواحد طيب ماشي أستاذ أسامة البحيري الله هو ده اتنين وعشرين مايو ألفين وواحد التاريخ واليوم تمام أستاذ محمود فريد قال ألفين وواحد جمهور الأهلي حافظ التاريخ كويس جدا ميد ومتعب قال اتنين وعشرين خمسة ألفين وواحد يوم لن ينسى أستاذ الأحد بيقول ألفين وواحد وتم توثقها ألفين وسبعة وألفين وتسعة هي دي الفكرة جمهورنا لازم دايما يكون عارف الأحداث التاريخية وعارف الجوائز والألقاب القرية الكبيرة اللي زي دينا بتقررش إلا كل مئة سنة فلازم دايما نكون معهم على طول عشان نفتكر بطولاتنا وتاريخنا وألقابنا وكل الأحداث الجميلة في كيان النادي الأهلي في الختام بشكر حضرتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن لنا ألتقي الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء